اشتركوا في القناة والعمل بشكل دقوب ومستمر لمعاجد أي معرقلات أو معوقات لاستمرار هذه العلاقة وتطويرها ناقشت مع فخامة رئيس أردوغان كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين العراق وتركيا وأكد حرصنا على ترصيل التعاون بين البلدين على أساس احترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وضمان المصارح المشتركة لبلدين والعمل للوصول إلى تفاهمات وبلد ورد مواقف موحدة اتجاه القضايا المشتركة والاقليمية وبهذا الصدد نعمل على تفعيل المجلس الأعلى للتعاون استراتيجي بين الطرفين واللجنة العراقية التركية المشتركة العراق بلد يريد التواصل مع جميع جيرانه وليس في نيته الدخول في أي محور أو محاور بل احتفاظ بعلاقات جيدة مع الجميع وفق مبدأ السيادة والمصالح المشتركة تركيا بلد مهم تربطنا به علاقات تاريخية طويلة جدا وبلد مهم في المنطقة وفي الشرق الأوسط وتركيا هي أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق والشركات التركية لها حصة مهمة من الاستثمارات في العراق ونحن نعول عليها في عادة العمار ما دمرته الحرب ضد داعش وتطوير البناء التحتية لما عرفت من دقة وكفاءة فيها الشركات التركية وروح المغامرة في الدخول في تجارب ناجحة نحن نريد مزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية والشراكة الاقتصادية مع تركيا والاستثمار بشكل خاص في القطاعات التي تحتاجها العراق حالياً أبواب العراق مفتوحة لجميع رجال الأعمال التراق والاستثمارات التركية وهناك نعمل من أجل تدديل أي عقبات أمام هلال المستثمرين فهناك دعوة مفتوحة لكل رجال الأعمال العراق أبوابه مفتوحة لشركات تركية العمل ومساعدة عراق كذلك أود أن أهنأ وأقدم الشكر جزيل للحكومة التركية ورئيس التركي لاستقبالهم العديد من جرح القوات المسلحة العراقية في المستشفيات التركية هذا الموقف لن ننساه لتركيا وقفت معنا في معالجة أبطالنا في الحرب ضد الإرهاب وأود أن أشادة بتعاحد تركيا في متوى المانحين الذي عقدها في الكويت عام 2018 بتقديم منحة مالية لإعادة عمار المناطق التي تضررت من الصلاة العسكري ضد تنظيم داعش الرهابي نطلع إلى خطوات عملية تفعيل هذه المنحة فيما يخص ملف المياه أبدأنا استعدادنا التعاون مع الجانب التركي لوضع خطة عمل مشتركة ونتمنى الوصول إلى رؤية شامل التنظيم جريان المياه وتوزيع الحصص لما يخدم حاجة السكان في هذه المنطقة أنهارنا منحت العالم الحضارة والثقافة والأرث التاريخي ولا بد من محافظة عليها وحمايتها واستثمارها بالشكل الصحيح فيما يخص الملف الأمني موقف عراق واضح في إدانة أي عمل يهدد تركيا أو الانطلاق من أراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي وعدم السماح لأي جماعات أو تنظيم خارج على القانون باستخدام الأراضي العراقية لتهديد جيرانه ونحن نتعاون مع الجانب تركي لمواجهة هذه الجماعات داعش والجماعات الإرهابية لتهدد استقرار المنطقة وقد قمنا مؤخراً بخطوات مهمة في منطقة السنجار وعلى الحدود العراقية السورية لمنع التنظيمات من دخول العراق وما حصل قبل يومين من محاولات لعبور بعض الجماعات إلى أقليم كردستان وكان هناك موقف شجاع من قواتنا في الأقليم في الحد من هذه الجاوزات العراق وقع اليوم مع تركيا ومع الجانب التركي اتفاقات الجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب ومندفع الضراهب المفروضة على الدخل ورأس المال كما تم توقيع مذكة تفاهم من الجانب التقافي نطلع إلى ذات الرئيس التركي لبغداد للتأكيد على أهمية هذه العلاقة بين عراق وتركيا وشكراً جزيلاً فقامة الرئيس على حسن استقبال وكرم الضيافة شكراً جزيلاً شكراً